يقدم معرض الجواهر العربية مجموعة متنوعة من الساعات الفاخرة والتي صمم بعضها ليعرض بشكل حصري في منصات العرض هذه الساعات والتي يمكن وصفها بالقطع الفنية تتميز بتصاميم رائعة ونادرة ما جعلها تجذب أنظار زوار المعرض شغف كبير للإطلاع على كل ما هو جديد طرح في معرض الجواهر العربية فبين أرويقة القاعات ومنصات العرض تجد تصاميم مبهرة ولافتة كشفت عنها العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة الساعات الفردة من نوعها والتي ذا عصيتها على مستوى العالم أكثر الشركات تحرص أنها تنزل مثلاً ساعات تكون ميكانيكل يعني فيها فن من ناحية الصناعة يعني مثلاً تم إعلان في الأمس حصرياً في معرض المجوهرات العربية شركة أرنل إنسان أعلنوا عن ساعة جديدة راح تنزل في خلال كذا الشهر مصنوعة من الكهرم وبتكون مصنوعة بس خمسين حبة هذه مشاركة الأولى في هذا المعرض وقد سمعت عنه الكثير وهذا الأمر دفعني للمشاركة للكشف عن الساعة الأكثر تقدماً في العالم فهذه الساعة تضم الكثير من المميزات أبرزها تحديد الاتجاهات ومعرفة مكان القبلة ومواقيد الصلاة ساعة ميكانيكية صممت يدوياً بدقة وحرفية عالية رجالية ونسائية مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة تغطف الأبصار لشدة جمالها قدمت بتصاميم مبتكرة وأخرى كلاسيكية تحكي شقف محبي الفخامة الساعة التي أعرضها اليوم هي صممت استيحائها من الشخصية تبع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فريدة من نوعها وأحس أن هذه الساعة هي أهم قطع عندي القطع التي نحن عندنا تعتبر فريدة من نوعها وحبينا أن نعرضها هنا في المعرض لهذا الغرض على وهج بريق الألماس ونبط الساعات الثمينة والقطع النادرة بالإضافة إلى التصاميم الحديثة والمتميزة تفتح الباب على مسراعيه وتمنح الفرصة لهواة الساعات للتعرف على كل ما هو جديد ونادر في هذه النسخة من معرض الجواهر العربية أحدث وأرقى الساعات النادرة والمتميزة يطرحها معرض الجواهر العربية بشكل جميل ولافت يقبل على شراؤها محبي هذه القطع المتميزة والنادرة في الوقت ذاته والتي تعد علامة بارزة وركن أساسيا لهذا المعرض العالمي خبل الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين